الجمع في اللغة الإنجليزية جمع كلمان يتبع قاعدة يتبع كلمان غريب وhe Northanya غير بMER مستغادة غير لغة آنجليزية الكلمات التي يتبع قاعدة إما ضفرها –s إما سيكون أس أما سيكون أس سيكون أما سيكونوا supermarket إمتى سيكون for bowls امتا بنضيف الاس؟ الاس في الليل ايه؟ الليل عادي تمام؟ بنضيف امتا الاس لما يكون في نهاية الحرف اي صوت من الحروف دي؟ امتا بنضيف اي اس لان مخرج اصوات الحروف دي مخرجها مثل مخرج الاس بالظبط مخرجها واحد فلازم يساعد صورة الانتخال من حرف لحرف مشابه لي في المخرج تمام؟ كمان انا بركز على كلمة الصوت الحروف اي صوت من اصوات الحروف دي ليه؟ لان مثلا عندك سي اتش تش ممكن معملش تش ستمك ستمك اخرها سي اتش للمعدة السي اتش دي عملت صوت كا يبقى ايه؟ نضيف لها في الاخير ايه؟ اس ستمك تمام؟ لكن لو الصوت اصوات الحروف هي دي نفس الان كل حرف من الحروف دي مدى المخرج بتاعه صحيح او الصوت بتاعه صحيح يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى لازم نضيف الايه الاس كمان في نقطة عزة أضيفها لحضراتكم بردك حرف الأو فيه كلمات لها بنضيف إي إس وفيه كلمات ممكن نضيف لها إس بس فأنت بتحفظها زي ما هي يعني مثلا بوتيتو بوتيتو بوتيتوس هيرو هيروس بتضيفها في الآخر إي إس توميتو توميتوس بتضيفها إي إس في الأخير كلمة بيانو بيانوس بنضيف لها إس بس كيلو كيلوز بنضيف لها إس بس لوجو لوجوز بنضيف لها إس بس وبردك في الأو فيه كلمات بتمشي على الناحيتين يعني ممكن تبقى تضيف لها إس هتبقى مظبوطة وممكن تضيف لها إي إس وبردك هتبقى مظبوطة زي مثلا فولكانو فولكانوز فولكانوز هتضيف لها مثلا بعد الأو إس أو تضيف لها إي إس موسيقى